اشتركوا في القناة 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 واكسبريس الساعة 12 هنرغيه حالا نبعد اشارة تقول فيه عطف السكة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يلا بسرعة اشتركوا في القناة 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 سونة نعم بعدين معاك هو أنا كل ما نهج على الكلب بترد أنت هو أنت إثمك سونة الكلب بتاعها ده شكله لطيف ده أرحم الأبت اللي كان عندها زمان لكن الملايين اللي هفتت عليها دي قتلها منين من أزواجها اتجوزت سبعة كلهم أغنياء أصحاب ملايين ويتقبرهم وتورسهم يتطلق منهم وتاخد كومة نفأ وكومة تعويض اللي معاها ده جزه السابع صاحب بواخر ومليونار كبير قوي بكرة يحصل السدة اللي سبقوه سبحان العاطل يا جماعة يا جماعة مش كفاية أنها افتكرت بلدها في المحنة شكلها حلوة قوي السادي دي تي معجبة بيها يا سميحة بتكلم جد يا كمان قوامها حلو وشاه جميل رغم كبر سنها وردة وردة صحيح اسمها على مسمة فعلا جميلة انت حتخلي الواحد يغير رأيه يا سيدي يغير زي ما انت عايز طبعا مش صاحبة ملايين ايش اكون انا بقى جنبها بنت رئيس المدينة على سنه ورمه واجمل منها واغنى منها انت بتتارية ابدا انا بتكلم جد انت اغنى منها بالحب حبي انا ما هي رخرى عندها اللي بيحبها ها بيحب فلوسها مش حبها هي لو لقت اللي بيحبها حب لذاتها مجرد ما كانتش تجوزت سبعة مش عارفة الست دي في عينيها حاجة كذا حاجة؟ حاجتي سر سر حزين اوي اه انا ما كنتش اعرف انك بتقري العينين زي ما بتقري الكافة شايفة بطلة زيناء ازاي شايفة؟ لا ده بيرحب بها وبس انت مش شايفة امي وراه ازاي؟ الحية يا طنط زينب ما بتحتلش عالقونك الحسني ابدا زيكي الددبان دايما وراه حتى لو ينزل البحر وراه وراه خلاص يا ستة هانم نزلنا العربية والهدايا في اللوريات بتاعتها عظيم عظيم ماشي القطر يا حضرة المفاتش ما خلينا معاك يا ستة هانم لا متشكرة يمكن تعزينا متشكرة مع السلامة دي سميحة بنتي ماشي عضلاء ماشي عضلاء حلوة ولطيفة اوي وقل لي من فضلك الشاب اللي واقف جنبها دا مين؟ خطبها كمال ابن حسني ابن حسني ايوة يا وردة ما اسميش وردة ما اسميش وردة اسمي شيرين شيرين هانم الأذمرلي مفهوم؟ مفهوم يا ستة هانم حاضر ما تغلطش تاني يا حسني حاضر حاضر يا شيرين هانم عزيز أفندي يا ستة هانم العربية جاهزة؟ جاهزة يا ستة هانم حاجزتيلي في اللوكندا؟ لا يا ستة هانم اللوكندا ما تلقش بالمقام حضرتك حضرتك مش عرفاها؟ عمري ما دخلتا كنت بتمنى وما طولتش اما الحاجزتيلي فين؟ بيت رئيس مجلس المدينة بيت رئيس مجلس المدينة دا دا مش البيت القديم اللي انت عرفها سيادتك هديت وبنيت بطرحوا فيلة عظيمة فعلا يا ستة هانم أحسن فيلة في المدينة فيها قوة كفاية فيها ستة هانم وعملت الترتيب لراحة سونة عمال يا ستة هانم طيب يلا بينا لو سمحت كنا عايزين نستأذن من سيادتك تزور مبنى رئاسة المدينة في الطريق بعدين بعدين انا عايزة ارتاح من السفر اولا عشان نقدم لك شخصيات البلد شخصيات البلد ما نعرفهم كلهم يلا يا عزيز يلا وسع للسكة يلا يا سونة يلا يا روح موزاني يا وردة وبعدين معاك كل من ده الكلب بتاعي تحشل روحك ايوه متاسب متاسب يلا يا زوجي العزيز اقدم لكم زوجي السابع الزفتاوي بي صاحب اكبر معامل لصناعة العطور ومفتح ضرعت التجميل من هنا يا ستة هانم دي باقت حاجة تانية يا جدع الله يرحم ابوها ولا هي فاكرين كان شكلها ايه يا اخوان يا اخوان انسوا كل ده دي دلوقتي مش البنت وردة الغلبانة بتاع الزمان دلوقتي دي المليونير الشيرين هاني والازمرلي ازمرلي ابوها عمرو ما شايف ازمر ولا حتى كالعنف ازمرلي احنا مانا وما لابوها كاللينا في المهم دلوقتي لازم نفكر نستفيد منها ازاي وإلى اقصى حد وهي بهمها عندها دلوقتي ملايين دي عندها شركة بترول بحالها ومزرع قصة بالسكر وشركة سيارات ومصنع ورق وشركة تأمين ومصنع معلبات دي عندها حاجات كتير قوي ثم كمان دي دي مساهمة في مشروعات مهمة في الخارج يوعدنا بيه يخي بمستوصف ولا مستشفى تخلص فيها على اجال الناس حمد لله اللي احنا فيه يعني ما عندكش يطموح لحاجة تانية يا حضرة الناظر مفيش اكتر من اني ابقى ناظر مدرسة اعدادي مشتركة يا اخوانا خلينا في الجد الله معنا في الجد دهو احنا بنهزر يا اخوانا يا اخوانا طب نعمل ايه في ايه في الزائرة الملونيغة شيرين هانم الازمربي ايه اللي نعمله اتجوزها وانت طول دي ما تتجوز للأغنية اصحاب الملايين مين عارف تضرب معايا شهادة الاستثمار اللي عندي وابقى جزهة تامن يا اخي ده وعدك قلتلكم خلينا في الجد شيرين هانم هي امنا الوحيد بعد الله محدش هيحقق لنا الامل ده غيرك يا حسني ايه انا ازاي لقاؤنا غدا مع الزيارة محمد رفعت واحمد ابو زيد اشتركوا في القناة